ولسه في المغرب ومنتكلم عن النجمات وجمالهم خصوصا في الصيف ورمضان وقابلنا مصممة الأزياء والفنانة التشكيلية إكرام مليخة وسألناها في البداية عن القفطان المغربي واللي بترتدي معظم النجمات وسيدات المجتمع خصوصا في رمضان وإيه اللي بيميزه وإزاي وصل العالمية وعرفنا منها أحدث خطوط الموضة لعام 2018 وإيه المناسب في فصل الصيف القفطان المغربي بعد ما كان تقليدي أصبح عالمي لأنك ممكن يمشي على خطوط الموضة العالمية لأنك ممكن تنوعي في الديزاينات وفي القصات اللي تناسب الجسم المرأة عموما وتنوعي في الألوان والخامات الراقية والتطريزات وكل حاجة يعني عندك مجال واسع في اختيار الموضيلات المناسبة قفطين فيها عندك مجال واسع في الاختيار يعني عندك تصاميم بسيطة وعندك تصاميم تقيلة يعني ممكن جميع كل الطبقات ممكن تلبس قفطين ولكن كل إمرأة تمشي على قد استطاعتها في لاب من ناحية القماش الخامات ولا من ناحية التطريزات ومن ناحية الديزاين يعني كل واحدة تشوف اللي هي أكثر شي مناسبة لا شكلا ولا ماديا لا حسب بالنسبة للصيف 2018 للناس عامة كيشوفوا الموضة أي شي ناسب يريحهم في اللبس ويكون مناسب الجسم أي إنسان هو مناسب جدا يعني موضة ولكن بالنسبة للألوان اللي داريجة في الموضة هي اللون الزهري الفاتح والدرجات دياله الأخضر بدرجاته الأزرق الأصفر بالنسبة للصوري الأسود يجي في الدرجة الأولى ملك الألوان وتتبعوا الألوان السلفر والألوان الذهبية والألوان اللي داريجة على الموضة بالنسبة اللي كي ناسب النهار يعني ممكن إنسان يختار لي يرتاح له سواء كانت ملابس قطنية أو casual jeans و tee shirt قطنية أو قميص على حسب اللي كي ناسب style ديال كل إنسانة كتختار style مناسب الفنانات المصريات لهم شعبية كبيرة جدا في كل الوطن العربي خصوصا في المغرب الشافيق وعشان كده سألنا إكرام من أكثر الفنانات اللي بيعجبها الاستعال بتاعها وإيه اللي بيميز كل فنانة مصرية بالتقصير أكثر نجمة تبرز الأناقة ديالة وتلفت نظري الفنانة مايا دياب الفنانة هيفاء وهبي الفنانة الملك أحلام الفنانة إليسا ناسي عجرام منا شلبي مايعز الدين غدا عبد الرازق كل الفنانات ما شاء الله عليهم يلفتوا النظر يعني هم عندهم منافسة من أكثر واحدة تطلع فيهم أشيك وأرقة وفي style جديد أهم ما يميز الفنانة منا زكي في اللبس هو أنها دايما تحافظ على التوتش الكلاسيكية والبسيطة وتحسيها تلبس ملابس هي تحس بنفسها مرتاحة فيها الفنانة منا شلبي تغير كل سنة تطلع باللوك جديد و style جديد على طول نشوف الفنانة منا شلبي تغير في styleات عندها كل مرة style تنزل به تفاجئ به الجمهور والمتتبعين والمتفرجين على الأعمال ديالها غادة عبد الرازق تمشي على خطوط الموضة العالمية وتغير في styleاتها وفي الموديلات على الطول يعني الفنانة غادة عبد الرازق عندها تغير وعلى حسب العمل اللي هي تنزل به يعني تختار دائما أكثر الملابس مناسبة لل style اللي هي حابة تكون الدور اللي هي عادي تعيشه سواء كان في مسلسل أو كان في حياتها أو صهرة أو المناسبة اللي هي تكون موجودة فيها الفنانة مايعز الدين فنانة جميلة جدا وراقية في اختيار ملابسها ملابس سامبل بسيطة ألوان فاتحة تحب كتير الألوان فاتحة ألاحظ وفنانة مايعز الدين عموما ما كان تغيروش كتير من style يعني تمشي تقريبا بstyle متجابه وفي نهاية لقعنا مع إكرام كلمناها عن الفنانات العربيات والبمس كل حد فيهم زي نانسي وهايفة وإليسة وأحلام الفنانة إليسة لبساها طبعا بيعبر عن شخصيتها تحاول تبرز أنوتتها تحاول في ملابسها تركز على جهة الصادر ملابس طويلة يعني تحاول دائما الفنانة إليسة أنه أكتر شيء تبرز الأنوتها والشخصية ديالها من خلال التعبير من خلال الستيلات اللي هي تطلع بهم الفنانة نانسي عجرم فنانة راقية في اختيارها للملابسها وعندها ملامح طفولية حتى في ستيلاتها تحب الملابس اللي ما تكون كتير كتير أوفر وكتير يعني دائما سيمبل كلاس كلاس أنت سيمبل الفنانة مايا دياب تمشي على خطوط الموضة العالمية وتابع آخر صيحات الموضة وعموما في ناس تناسبها أنها تتابع الخطوط الموضة وتمشي على خطوط الموضة بس وفي ناس ما تناسبها الموضة فنانة مايا دياب أشوف أنها حتى لما تمشي على خطوط الموضة إن كان شيء مختلف أو شيء سبيسيال تتلبق عليها وتناسبها كتير فنانة أحلام فنانة دائما تختار الملابس بعناية فائقة والأكسسوري وكل شيء يعني هي تحب أكتر شيء الملابس المطرزة بما أنها فنانة خليجية وتنتمي للشعب الخليجي عموما بيحبوا الملابس المطرزة واللي فيها فصوص واللي فيها شغل أكتر وتناسبهم أكتر هي تحب كل شيء ما يشتغل أكتر وما بتحب السامبل يعني وبينسبها